يدعم اتصال فائق السرعة 5G أو الجيل الخامس بأقل من 1400 ريال هاتف من موتورولا موتو جي 5G بلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم طارق الجاسر واليوم في استعراض هذا المقطع نظرة واختبار وأيضا مراجعة هاتف من موتورولا نفتح الصندوق ونشوفش في داخله وبعدين نستعرض مميزات ومواصفات هذا الهاتف وطلعنا الهاتف من العلبة زي ما تشوفون محطوط بالكفر وجاهز للاستخدام بس تضغط زر التشغيل وتبدأ تستخدم هذا الهاتف اللي يجي بداخل الصندوق عندنا كتاب التعليمات بالإضافة إلى سماعات أذن 3.5 ملي عندنا يدعم الشاحن USB Type-C طبعا الشاحن قدرته 20 واط وهو فائق السرعة وعليه شعار الموتورولا في البداية خلوني أستعرض الشكل الخارجي لهذا الهاتف اللون الأزرق اللي موجود فيه في درجة جميلة جدا من الأسفل موجود منفذ السماعة 3.5 ملي عندنا منفذ الشحن USB Type-C وأيضا مخرج لسماعات سبيكر من الجهة اليسرى عندنا منفذ للشريحة وعلى فكرة يقبل شريحتين وبطاقة SD Card موجود هنا زر الإختصارات يفتح لك تطبيق محدد خلونا نشوف من الجهة اليمنى عندنا رفع أو التحكم بمستوى الصوت هذه الزرين بالإضافة إلى زر التشغيل والزر التشغيل هذا مدموج فيه زر البصمة نبدأ ونشغل الجوال بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بيسألني عن رمز للشاشة بنجرب نحط 1, 2, 3, 4 مرتين بعدين نعمل بصمة الأصبة خلصنا من بصمة الأصبة وهذه واجهة الهاتف شوفوا هذه التطبيقات الموجودة ويدعم خدمات جوجل أو متجر جوجل وش اللي يميز هواتف موتورولا عن بقية الهواتف أنه موجود تطبيق اسمه موتو هذا التطبيق حاطين فيه اختصارات تسهل عليك استخدام الهاتف في حياتك الشخصية مرحبا بك في موتو الحركات اللي خاصة بموتو على سبيل المثال التقاط سريع إذا تبغى تصور يقول لك تسوي مرتين تشتغل على طول الكاميرا زي ما تشوفون تنقلب الكاميرا تشتغل كاميرات السلفي خلونا نرجع الحين ونشوف اللمس للطاقة إذا لمسنا مرتين يطلع لي الخيارات أو الاختصارات فهم يبغون يستفيدون من كل زر وأيضا يهتمون بوقتك يعني الحين أنا لمست لمسة اشتغل الجهاز لمستين يطلع لي الاختصارات إذا كنت أبغى مثلا أفتح اليوتيوب بسرعة وممكن أغير القائمة من هنا عندنا هنا ضوء المصباح سريعا بدل ما تفتح وتختار المصباح وكذا فقط هزتين ويشتغل هزتين سرعة استجابة زر البصمة إيماءات الأخرى يقول لك لقطة الشاشة بثلاث أصابع نحط ثلاث أصابع هنا عندنا خاصية اقلب هاتفك لتشغيل ميزة عدم الإزعاج في اجتماع ويجي لك اتصالات كثيرة خذ الجوال وحطه على وجهه على طول راح يقلب على السايلنت وبيقفل كل التنبيهات سوينا كذا رجعت التنبيهات يقدر الواحد طبعا يفعل هذه الخاصيات أو يغلقها براحته نظام التشغيل اللي موجود في هذا الهاتف هو الأندرويد الأصدار العاشر الرام أو الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت المساحة الداخلية 128 جيجا وتقدرون تحطون شريحة SD Card ونرفعها إلى 1 تيرا والهاتف يقبل شريحتين SIM Card من نوع نانو الشريحة الأولى تقبل تشغل الجيل الخامس أو 5G على السرعة الشريحة الثانية تقبل تشغلنا الجيل الرابع أو 4G معالج هذا الهاتف هو Qualcomm Snapdragon 765 جي معالج الرسوميات Adreno الاشتراك اللي موجود عندي 200 ميجا بالثانية Fiber وهنا أعطاني سرعة إلى 239 أو 240 ميجا بالثانية كاميرا الهاتف رباعية أربع عدسات من الخلف 48 ميجا بيكسل و 8 ميجا بيكسل و 5 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل طبعاً فيه عدسة واسعة أما من الأمام عندنا كاميرا بعدستين الأولى 16 ميجا بيكسل والثانية 8 ميجا بيكسل تأثير مباشر هذا يعطيني بعض التأثيرات المباشرة مثل الفلاتر بانوراما عندنا أيضاً صورة لوجه شخص وزي ما تشوفون كاميرا السيلفي هذه بالعدسة العادية وهذه بالعدسة الواسعة أيضاً يدعم التصوير السريع أو الحركة البطيئة التسارع الزمني اللي هي التايم لابس تصوير ليلي ترى فيه جميل جداً هنا بالتصوير الليلي زي ما تشوفون وهذه بدون تصوير ليلي طبعاً موتورولا حطوا بطارية كبيرة جداً بهذا الحاتف 5000 ميلي إمبير وهذه البطارية ممكن تكفيك لاستخدام يومين الشاشة زي ما تشوفون مقاسها 6.7 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز طبعاً تدعم الـ HDR10 لتحسين الإضاءة والألوان والحين نجرب قدرة معالة سناب دراجون وأيضاً كرت الرسوميات أدرينو جالسي يطلع لي زر صغير على جنب يساعدني في عدارة مهام أو إدارة أداء الجهاز خلال اللعب موتورولا موتو جي 5 جي بلس هذا الهاتف واللي سعره 1399 ريال هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر ولا تنسون تفاعلون جرس التنبيه طبعاً بعد الاشتراك وتشريفي بالقناة بالإضافة لمتابعتي على حسابي على تويتر في أمان الله